حصناء فردوسا المنحدرة من مدينة سفرو شاءت الأقدار أن تكون نزيلة مركز اجتماعي دواحي الرباط لتقودها رحلة الحياة إلى ولوج عالم الشغل والظفر بوظيفة عاملة نظافة حصناء اسم على مسمى استحقت هذا العام لقب ملكة جمال عاملات النظافة بالمغرب في حفل نظمته اليوم شركة مغربية للبيئة والخدمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كانت لي مفاجأة أنهم يختاروني ملكة الجمال فأنا فرحت بزاف فرحت أنني كنت مرأة مغربية وأيضا عاملة النظافة فالي شرف أني نمتلهم في هذه الاحتفالية اخترنا تتويج ديال واحد الفئة اللي درنا لهم واحد المباراة واحدة نفسية ديال ميس بوتي ملكة جمال عاملة النظافة هذا العام كنا ندرنا السنة اللي فاتت هذا العام زدنا عليها حتى البعد الإفريقي كان عاملة النظافة وملكة جمال عاملة النظافة إفريقيا جات من مالي أنا جد فخورة كوني عاملة النظافة تعتمد على نفسها صراحة لا أجد الكلمات لأعبر بها عن شكر للقائمين على هذه الالتفاتة وهي مناسبة لنبرهنا أن المرأة لها نفس قدرات الرجل في هذا المجال لحظة تكريم وعرفان إذن لكل النساء المكافحات خاصة عاملات النظافة واعتراف بمجهودهن الجبار كصانعات لجمال ونقاء المدن في مجال كان حكرا على الرجال